صحيح التنمر منتشر، لكن نقدر نوقف انتشاره، فمن بين كل ثلاث أطفال تحت 18 سنة، يتعرض طفل واحد للتنمر في المدرسة على الأقل مرة واحدة في الشهر، والتنمر لها عدة أشكال، جسدي، لفظي، إلكتروني، واجتماعي، ويسبب عدة أضرار على المدى القريب، أبرزها الخوف من التجمعات الاجتماعية، تراجع الأداء الأكاديمي، عدم الشعور بالرضى وقلة الثقة بالنفس، تزايد مستويات التوتر، الوحدة وعدم القدرة على تكوين علاقات، الاكتئاب، وإذاء النفس للتأقلم مع الألم، اكتساب السلوك العدواني، وأيضاً له آثار على المدى البغيد، سواء آثار صحية مثل مشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب، الشعور بالضعف والعجز وقلة التركيز، ضعف الصحة الجسدية، التعرض بصورة أكبر لخطر تعاطي المخدرات، وأثار أكاديمية مثل مشاكل في التكيف مع المدرسة، ضعف التحصيل العلمي، التسرب الدراسي بانقطاع الطالب عن التعليم. صحيح التنمر مشكلة، بس نقدر نحط لها حل، عشان كذا حملة مالك حق تهدف لرفع وعي المجتمع بمخاطر التنمر وأهمية مواجهته وتعزيز دور الأسرة في التصدي لها بشكل فعال، وتفعيل دور أولياء الأمور والتربويين للاستجابة للتنمر بالأساليب السليمة وتعليم الأطفال المهارات الضرورية لمواجهة التنمر. اشتركوا في القناة